ما السر في هذا المؤتمر مثلاً حتى ينتظر العراق إلى ما بعد هذا المؤتمر هو هذا كل سنة يعقد هذا المؤتمر بما الإرهاب أعتقد في ألمانيا كل سنة بأنه من أجل أنه يعلن العراق أنه انتهى خطر تهديد داعش أنه استطعنا أن ننتصر على داعش الآن انتهى الخطر وفعلاً أستاذ رحمان ترى أصبحت إصابات داعش عبارة عن عصابات حقيقة عصابات يعني اثنين يضربوا لهم ربية أو اثنين مع العلم أكو عمليات مؤثرة لكن مسك الأرض هذا بعد مستحيل لأنهم حتى قيادات الخط الأول اللي يضربوهم جهاز مخابرات قوات تحالف الدولي قبل أسبوع إذا تذكر طلعنا بهذا الموضوع يعني أبو مسلم وأبو عرب جنوب وأبو علي التونسي وهذه دولة قيادات بمستوى قيادات أبو بكر البغداني تم قتلهم معدهم بعد القيادات أصبحت يعني التنظيم مشردم تقولهم بالساحل الأفريقي تقولهم بالكونغو بزعائر الخشية ربما غير معلنة أستاذ سرمد وأنت أعرف بذلك غير معنى لأن البوصل ربما سوف تتوجه إلى مضامين أخرى المسلحون في العراق مثلاً أذرع الجمهورية الإسلامية المقاومون ليسوا قليلين ولذلك كانت هناك زيارة غير معلنة سرية لقآني إلى بغداد هذه أيضاً تحتاج إلى تفسير في هذا الوقت وفي ظل هذه التداعيات التي تحدث حالياً أنت انتبه لزيارات الإيرانية كل ما يجي رئيس إيراني أنت تعرف تقريباً أول بلد يزوره هو العراق أجل بلسكيان وزار العراق وذهب إلى البصرة وأربيل وسليمانية أنا كنت متأكد سيعقبه قآني لوضع بعض النقاط وبالمناسبة طبعاً هذه الاجتماعات ليست جديدة هناك اجتماعات معلنة واجتماعات غير معلنة لحد الآن الاجتماع هذا قد يكون غير معلن لم تظهر أي صورة يعني ما أعرف أني لحدها ما وصلتني أي صورة للاجتماعات فهل فعلاً هو موجود أو ما يعني على أكثر ما تصدر بيانات من الحكومة العراقية حول وجود مثلاً رئيس فيلق القص لين تعرف الأشكالات التي ممكن أن يصير ودائماً أول ما يجي يجتمعوا بهذه العاملة ثم يجتمع مع الفصائل ربما يجتمع مع الكتاب ربما يعني عادي جداً تنسيق موضوع المقاومة الإسلامية في العراق أنت تعرف هي بها أربع فصائل أو خمسة يعني كتاب حزب الله النجباء حزب الله اللبناني أنصار الله العوذيين موجودين دولة فدائماً هم محور كامل يعني أنا لا أستغرب من هذه اللغاءات أما هل هو تنسيق جديد للعمل هل هو تبليغهم لعملية مقبلة لإيران لحد الآن دصور بأنه إحنا سنرد على إسرائيل يعني اليوم بعد العملية هذه اللي جرت فيه لبنان ترى هذه العملية جداً خطرة دير بالك يعني عملية أنت لحد الآن الفين وثمانمائة مصاب يعني وهواي بهم عدهم أو أقصار يعني هو مرتبي لك الجهاز هذا كأنه صاير كأنه لغم ينفجر على البشر يبترى أعضاء هذه عملية خطرة جداً في ذلك هذه العملية طبعاً هل علينا أيضاً نحن أن نقلق الذين نعيش وسط أيضاً مقاومة نقلق والله أنا أقول لك نعم الموضوع يستدعي القلق لأنه يعني فصالنا بصورة واضحة ترى دي يتكلمون في هذا الشيء ماذا أتكلماني فهذا السر دائماً يقولون إذا تعرضوا حزب الله أو تعرضوا إيران إلى ضربة أو لهذه نحن سنقف مع المقاومة العراقية هذه مواقفهم وهذه خطاباتهم أخي الرحمن وأنت تعرفها كله زين وأنا يعرفها يعني هما ما خافين هذا الشيء زين لكن أنت أنظر كيف ينظر الكيان الصهيوني وأمريكا إلى هذه هذه اللي أنت أسألني من شنو تتخوف يا سر مدن بيعتي أنا أتخوف من شيء واحد يوم إسرائيل من تضرب رح تأخذ الضوء الأخضر تقول لك أنتو اشتركتو في ضربنا هذا الموضوع زين فلذلك التخوف وين أنه لا تنفذ ضربات بالطائرات وإحنا ما عدنا قابلية على صد هذه الطائرات يعني حقيقة يعني تعرف أنت كله زين وأنا يعرف فهذه المشكلة يعني وخاصة إذا وصلت إلى مرحلة ضرب بنا تحتية إحنا لسنا خافين لا من إسرائيل ولا غير إسرائيل لكن ضرباتهم يعني ما عندك أنت الشيء اللي ممكن أن تضربهم بنفس الشيء مواضح إيراني قد يجوز عدها هاي الصواريخ المقام الإسلامي قد تكون عدها مسيارات لكن إحنا كدولة عراقية ما نمتلك الأدوات اللي ممكن أنه نضرب بها إسرائيل شكرا جزيلا إليك اتضحت الصورة كنت معنا من بغداد الخبير الأمني سرمد البياتي